اشتركوا في القناة وبعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش رح ينتقل ويصير في برج العقرب طبعا القمر الان موجود في منزلة الاكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة اربعة وست دقائق من بعد عصر اليوم السبت لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والسلامة والربح بما ان القمر موجود الان في برج الميزان الي هو موعد تسجيل هاي الحلقة لغاية ساعة منتصف الليل فبتظل الفترة هاي فترة افضل عاطفيا لتعزيز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيا اكثر ومن ميل الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة اللي هي هاي من ننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفلة او اعادة تزيين البيت او المكتب او اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا ذكرنا يوم امس انه في زاويتين اللي هم زوايا التربيع هم مش للتخويف انا ذكرتم ولا عذا هي هاي زوايا بده تتشكل ودائما انا بذكر الزوايا قبل اول تأثيراتها ولا حديث ما تنتهي مش المقصود والله انا بدي عشان احكي وعشان اتفلسف وهذا لا لا هاي زوايا انا دائما بحكيها ارجع لكل الحلقات السابقة بتلاقوا هاي الامور مذكورة وخصوصا التأثيرات السلبية للزوايا الكبيرة الزاوية الاولى هي زاوية التربيع السلبية اللي بين المريخ وبين نبتون وهاي حكينا انه تأثيراتها من يوم عشر ثلاثة لغاية يوم تسعة تاش ثلاث ذروتها يوم اربعة تاش ثلاثة الساعة 11 وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وانخفاض الطاقة والشك والخداع والفضائح وبتزداد حالة التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الاشخاص ونكتشف لاحقا انهم بيكذبوا علينا وممكن هيكي نشعر ببعض الذنب ومن من يتذكر ايذاء شخص في الماضي بدهم يحذروا الاشخاص اللي بيتناولوا الادوية وممكن يتناولوا ادوية بطريق الخطأ يعني بمعنى اخر ممكن ياخذ الدواء وبعد شوي يتذكر انه انا اخدته ولا ما اخدته يرجع ياخده مرة ثانية فبدهم ينتبه من هاي النقطة دوليا هاي بتدل الزاوية على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش او ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضنات او غرق بعض السفن او ناقلات البترول او الحرائق او اضطرابات في قطاع صناعة وصحة وممكن يكون من الصعب ملاحظة مصادر المشاكل او المشكلات او مجابهة المخادعين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي ايضا زاوية سلبية اللي هي زاوية التربيع السلبية ما بين الشمس وما بين المريخ واللي برضو بتبدأ تأثيراتها من يوم عشر ثلاث ولكن هاي لا يوم ثلاثة وعشرين ثلاث ذروتها يوم ستة عشر ثلاث الساعة تسعة وتسعة دقائق مساء بتوقيت جرينج بيسود جو من التوتر والعدوانية بسبب هاي الزاوية ويجب الحذر يعني بيتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الاخرين لانه اي كلمة غير محسوبة ممكن تأخذ على محمل مغاير وتدخلنا بمواجهات احنا بيغنى عنها هاي الزاوية بتشير لفترة من التحدي والصراع والنشاط ممكن انه يجه مقاومة او منافسة او عداء من طرف اخر سواء كان رئيسك او شريكك او عدوك وممكن تشعر بالغضب او الاحباط او التعب وممكن تحتاج لاظهار شجاعتك واصرارك ومثابرتك من المهم انه تستخدم طاقتك بشكل ايجابي وبناء وان تتجنب العنف والمخاطرة او التسرع كما اني بنصح بانك تحافظ على هدوءك طبعا لجميع الابراج وصبركم وان تستمع الى رأي الاخرين بانفتاح واحترام بترتفع وطيرت المواجهات طبعا هاي دوليا والتفجيرات في البؤر الساخنة او احتجاجات او عنف وبتدل على انه حكومة ممكن يتميل لممارسة سياسة قمعية لفرض نفوذها وسطوتها وبرضو بتدل كذلك على ازدياد اعمال العنف والعدوان وكذلك اضطرابات في قطاع الصناعة او قطاع الصحة الطبيعة برضو الها تأثيراتها ممكن تتأثر ايضا بهاي الزاوية مثل زلازل او حرائق او انفجارات او طقس متقلب لابعد الحدود بين اما امطار عنيفة او برد قارس او حار جدا يعني عشان هيك هاي الاضطرابات ما بنقدر نقول لك والله انت حكيتين الثلاثة لا لا هاي هي هيك يعني ما في حل وسط يعني انه جو معتدل بس في شوية برودة لا يا هيك يا هيك بالنسبة لخلو المسار طبعا حكينا انه خلو المسار اليوم رح يبدأ الساعة 11 و 36 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش اللي هو مساء اليوم الجمعة ورح يستمر حتى تمام الساعة 12 و 5 دقائق بعد منتصف ليل الجمعة على السبت لا يستقر القمر بعدها في برج العقرب هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شي ثمين بل اكمال العمل اللي بدعنا فيه قبل خلو المسار الساعة 12 و 5 دقائق بعد منتصف الليل الجمعة على السبت القمر بنتقل وباستقر في برج العقرب عشان هيك من بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا من نحب بشدة يا من كراه بشدة نشعر بالانتقاد والغيري وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن انفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين او قراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار حاسم او شراء بيت بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين زحل وهاي يعني تقريبا بعد انتهاء خلو المسار بكم دقيقة ساعة 12 واحد وخمسين دقيقة بعد منتصف الليل يعني ساعات الفجر احنا بنسميها من فجر يوم السبت بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤونها بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية طبعا هاي زاوية تأثيرتها من تقريبا ساعات مساء يوم الجمعة وبتستمر لغاية ساعات ظهر يوم السبت اما بالنسبة للزاوية التي تليها فعنا زاويتين بطيئات اليوم ذروتهم الزاوية الاولى هي زاوية تزديس ايجابية بين الزهرة وبين المريخ وهاي راح تكون ذروتها اليوم الساعة ثلاثة واربع دقائق عصرا بتوقيت جرينج فبسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة بتكون الحالة الصحية للناس جيدة وبتقل الامراض وبيميل الناس اكثر للترفيه والتسليف الاندية ومزاولة الانشطة الرياضية وهاي فترة مناسبة لتنظيم المباريات والالعاب والرياضة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين عطارد وبين اورانوس وبرضو هاي اليوم ذروتها الساعة التسعة وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينج طبعا زوايا البطيئة اثيراتهم ايام فعشان هيك طولة اليوم بتكون دروة هاي الزوايا بننشط بسبب هاي الزاوية بننشط فمنباشر باكثر من مسعى في اكثر من اتجاه في نفس الوقت جمعان هاي زاوية بتعزز قدرتنا العقلية وبتسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا وبنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجودة لدينا بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هات اليوم طبعا من الان ولقاية ساعات منتصف الليل بتوقيت جرينج عندنا الكلا والحالب والمثانة البولية الاوردة الجلد كعضل اللمس والبنكرياس والانسلين واسفل الظهر والزايد الدودية اما من بعد منتصف الليل وطيلة نهار يوم السبت بصير عنا العضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايض لبرستاتا عظم العانة والجينات يعني بمعنى اخر اي شيء له علاقة بالمسالك البولية حاولوا قدر الامكان تبعدوا عن اي عمل يجر حيلة الها مراجعة طبية فحوصات اخذ علاجات مراجعة طبيب هاي امر عادي بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى باجراء العمليات الجراحية ما فيه اي مشاكل لانه القمر خلص تناقصا بدر دون الاعضاء اللي ذكرناها اما بالنسبة لعمليات التجميل فاليوم السبت ما فيه اي مشاكل لعمليات التجميل مثل الحقن مثل الجراحة وايضا حتى التقشير والامور الاخرى ويصلح ايضا هذا اليوم لازلت الشعر الزائد من بعد منتصف الليل وهو يوم السبت هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج العقرب خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين تلتعاش ثلاثة بيبدأ في تمام الساعة ستة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة سبعة وعشرين دقيقة صباحا لا ينتقل القمر ويستقر في برج القوس اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره تسعة عشر يوم في تمام الساعة سبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيصير عمره عشرين يوم نسبة الاضاءة بتصير ثمانين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيدة بنسبة عشر في المية القمر في الميزانه بده ينتقل للعقرب زي ما حكينا رح يظل في العقرب لغاية ثلاثة ثلاثة والآن سعيد بنسبة خمسة أربعين في المية ولكن في ساعات العصر بتنزل نسبة السعودة لغاية خمسة عشر في المية عطارد في الحوت حتى يوم تسعتاش ثلاثة سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في الحمل حتى يوم ستعاش ثلاثة سعيد بنسبة سبعين في المية المريخ في الجوزة حتى يوم خمسة وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة خمسة في المية المشتري في الحمل حتى يوم ستعاش خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية زحل في الحوت حتى يوم سبعطاش ستة سعيد بنسبة خمسة في المية أورانوس في الثاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن لغاية منتصف الليل نفس توقعات يوم أمس لكن القمر الآن بده ينتقل يعني بظل فيه ضغط هيكي وتشعر أنه طاقتك ضعيف لغاية منتصف الليل من بعد منتصف الليل بتصير الفرصة وطيلة يوم السبت فرصة لمكسب مالي مصدر وشراكة أو تعويض وصحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاولوا انكوا تعالجوا الأمور بموضوعية وتجرد وكونوا حريصين على تلطيف الأجواء استشيروا وتأكدوا من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو على مشروع برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر الآن بده يبدأ في مراحل المقابلة بظل الاهتمام بالمسالة اللي لها علاقة بالعمل ولها علاقة بالصحة شوية هيكي الضغوطات بلشت تصير لأنه القمر بعد منتصف الليل رح ينتقل ويصير مقابلك تماما فمن ساعة ما بعد منتصف الليل بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم عشان هيك اليوم بتكون تحافظوا على هدوء أعصابكم نبرد صوتكم ما تعرضوا لقاءتكم للفشل ممكن تتسبب هاي الفترة إلك بنوع من أنواع الضغط أو الاكتئاب أو الحزن أو الشعور بالظلم أو القهر أو الشخص اللي بتتعامل معا مش قادر يفهمك بشكل جيد أهم مش إنك ما تيأس وكون صبور وحاول قدر الإمكان تشحن حالك بطاقة إيجابية وثقة بالنفس وما تستسلم برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا اليوم بتكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدوى الغذاءكم خذوا قسط كافي من الراحة لا تسمحوا لأي شخص بأنه شكك بقدراتكم ناقشوا استفسروا عن التفاصيل استشير الخبراء ما تتشبث برأيك واستمع لأراء الآخرين بهدوء وراوية حاول إنك ما تتسرع في قراراتك وممكن اليوم تنشغل بملف أو معاملة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن والغاية منتصف الليل بيظل الضغط كله إلو علاقة بالبيت والعائلة وأحداث عائلية وأمور إلها علاقة بلقاءات ونقاشات وحوارات أو تصلحات وترميمات من هذا النوع من بعد منتصف الليل بتصير الفترة هاي فترة إيجابية بتبعث على البهجة والإنشراح لأن القمر رح يصير في البيت الخامس فما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا اليوم وممكن تنجحوا في مفاوضات أو تحقق أعمالك تقدم واضح أو تخصص وقت لعائلتك أنت مشحن بالحيوية والحماسة لمتابعة مسائلك وللتواصل مع المحيط برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص اليوم ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا لتقرب من أفراد العائلة أو مديد العون ممكن تدخل فترة فيها نوع من أنواع المواجهات مع الحبيب أو أفراد العائلة خلال هذا اليوم الفترة هاي متوترة جدا ممكن تضطر للاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي أهم إشي إنك ما تهمل صحتك ممكن تظهر بعض الأحداث اللي شوي هيك يعني تسبب لك نوع من أنواع ردات الفعل العصبية أو المشاحنات فإضبط أعصابك قدر الإمكان برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة العلاقة بالسفر بالاتصالات فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة بإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة أو مع الجيران وتعتبر هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضح أفكارك بشكل جيد منكم أشخاص اليوم ممكن ينطلق بحملة ترويجية أو يسمع خبر السهر الأجواء داعمة وخصوصا من ساعات ما بعد منتصف الليل رح تتغير كثير من الأمور لصالحك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتصير متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي هاي الفترة فترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات وحاولوا انكم تتفائلوا بالخير وانطلقوا واسعوا للوفاق والحلول الوسط لطف الأجواء وحسن العلاقات يعني رح يكون فيه انشغالات على الصعيد المالي وبعض المكاسب أو الحلول المالية ولكن قادر الإمكان ابعدوا عن المصاريخ وحاولوا انكم ما تدينوا حد فلوس وما تكفلوا حد بفلوس برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا برح يظل في نوع من أنواع الضغط بنال منكم من الآن ولغاية ساعات ما بعد منتصف الليل بتوقيت جرينج بعدين خلاص القمر رح ينتقل عندكم طيلة اليوم السبت رح يكون موجود عندكم فرح تشعروا بنشاط وحيوية ورح ينجذب لكم أفراد من الجنس الآخر بدروا لخطوة جديدة من شأنها أنها تدعم من مركزكم الاجتماعي وبرضو بدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجك تستعيد كامل حيويتك وبتتلقى أو بتلتقي أو ممكن يعني هيك يكون فيه جواب بتنتظره اليوم يوصلك ابتفر عليه خبر أو لا ينجاز معاملة بتنطلق بمهمة طال انتظارها فيه إشي جديد رح يدخل حياتك وتعتبر هاي الفترة من أكثر أيام الشهر حظا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم خلص يعني من الآن بلشت ضغط بلشت تشعروا أنه الأمور بلشت تفقد قيمتها معاكم في نوع من الاستفزاز من بعد منتصف الليل لأنه القمر خلصي رح يوصل لبيت المتاعب فبتجتازوا بصورة عامة فترة أو يوم غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر انجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإقلدوا للراحة عذروا من بعض المحتالين من خيبات الأمل الحدود قليلة أهم إش إنك ما تجازف فيه نوع من أنواع التأخير أو الفوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من بعد منتصف الليل خلص طيلة يوم السبت بتنشطوا اجتماعيا تلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أهم شيء أنك اليوم حاول أنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير عشان تقدر تحقق النجاح المطلوب بتفرح بوجود أحد الأصحاب وممكن ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر يعني بمعنى آخر الأجواء رح تكون لصالحك برضو في كثير من الأمور خلال هذا اليوم أهم إش إنك تستغل العلاقات الاجتماعية والمعارف برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جدارتهم وليل غرض المسهولين منكم أشخاص ممكن يهتموا بصحة أحد الوالدين أهم إشي إنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال عشان يعني ما تكون أنت المنام بدك تكون هادئ على الآخر لأنه في نوع من أنواع التحدي في لحظات معينة عشان يشوه سمعتك أو يخليك أنت الغلطان فبدك تحاذر من الخلافات ومخالفة القوانين اليوم بعض موليد برج الدلو ممكن يكرموا أو يحصلوا على مهم جديدين برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا التركيز رح يضل على الأمور اللي إلها علاقة بالأمور المالية المشتركة لغاية ساعات منتصف الليل المحث عن حلول فواتير دفعات أموال الشريك يعني من هذا القبيل من بعد منتصف الليل الأجواء بتصير طاقة عالي جدا بالحضوض فممكن اليوم يصلكم خبر سار من بعيد أو تشعروا بقوة العاطفة مع أحبائكم وأيضا جيدة للاتصالات البعيدة وتعامل مع الأجانب أو الأوراق والمعاملات اللي إلها علاقة بالسفر والهجرة ويعتبر هذا اليوم مناسب لإجراء مقابلة وفي بعض موليد برج الحوت ممكن يسافروا في رحلة أو يفرحوا لإنفراج وتسوية بعض الأمور بتهتموا بهواية جديدة وبتكونوا حيويين متحمسين لمتابعة المساعي وكذلك عندكم القدرة على التواصل مع المحيط هيك نكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء